نظمت جامعة كفر الشيخ قافلة طبية متكاملة إلى قرية الجمالية التابعة لمركز دسوق وعدد من القرى المجاورة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من الأهالي وأجرت الكشف الطبي على 1649 حالة على أدي نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات كما تم صرفه الإعلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة نحن كل أسبوع بيبقى فيه قوافل طبية وقوافل بيطرية وقوافل إرشادية زراعية متكاملة لخدمة أهلنا في قرى حياة كريمة نحن بقى لنا أربع سنين يمكن كل أسبوع بنفس هذه القوافل وده دورنا واجبنا نحو أهلنا ونحو التوعية اللازمة والتثقيف اللازم في إطار بناء القصة المصرية نحن بنقدم في القافلة الطبية النهاردة أكتر من 12 عيادة من كافة التخصصات علاوة لأن توفر كميات الأدوية المتاحة لكل التخصصات دي مجانا لأهلنا في قرية النوائج بنقدم الخدمة الطبية لأهلنا هنا بشكل مجاني تماما العيان بيخش علينا احنا بنكشف عليه ونديله العلاج لو فيه فحصات بنطلبها منه بنطلب منه بعد كده استكمال الخدمة معانا في مستشفى جامعة كافة الشيخ بنعمل قوافل الطبية الشاملة بصفة دورية بقرى محافظة كافة الشيخ الأشد احتياجا تنفيذا لمواطنة سيدة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وتحت العاية السيد الأستاذ الدكتور يوتيف دي سور رئيس الجمعة ومعالي المحافظ كافة الشيخ وطبعا كل القوافل الطبية الشاملة بتاعتنا بتجوب كل قرى المحافظة لشد احتياجا بنوعب اختار المخدرات والخط الساخن بتاعنا 16-23 وده بيعالج الادمان في السرية تمة والمجان وبيقاش عليها اي مسألة قانونية جايين نعمل حملية تعويضه للقضرات المخادرات بالتعاون مع الجمعة جايين نعمل حملية تعويضه للقاضرات وتعريف الخط الساخن 16-23 عادئي جايني عنديها بقي في السرية تماما وبالمجان احنا مبسوطين لان دي تأول مرة تكون القافلة هنا عندنا في بلدنا لان احنا من البلاد الاكثر فقرا ومن البلاد الناقية في محافظة كافرة الشيخ اللي تابع عني المحافظة بحوالي 30 كيلو تابع عني المركز الرئيس بحوالي 25 كيلو وعندنا هنا الوحدة الصحية العلاج فيها على قدر المستطاع يعني مش موجود متكامل ولكن هنا في القافلة الحمد لله موفرين جميع أنواع العلاج بصراحة ربنا لأول مرة تنزل عندنا قافلة طبية وتعامل معنا بنفس الطريقة اللي هم بتعاملوا معنا بها نفس مقترمين وناس كويسين بصراحة ربنا الكشف فيها مجاناً وبتقدم جميع القرى اللي حواليها